موسيقى لماذا نكرز وبماذا نكرز وما هو موضوع الكرازة أهلاً أعزائي المشاهدين أنا أدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة اليوم في هجوم شرس خطير على الكتاب المقدس واليوم في هجوم خطير جداً على موضوع الكرازة بالإنجيل وأصبح موضوع غير محبب على الكثيرين فالمسلمين طبعاً يكرهون هذا الموضوع والمسيحيون يتحاشون بل يتفادون هذا الموضوع مع أنه موضوع الكرازة هو موضوع لب وجوهر الكتاب المقدس هو موضوع رسالة وإرسالية يسوع المسيح هو الغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح حتى نوصل بشارة عن شخص المسيح من خلال الناس من خلال البشر من خلال الناس اللي اختبرت خلاص يسوع المسيح وهذا يعتبر سؤال مهم جداً ولسيما في هذه الأيام إن قلنا أن المسلمين طبعاً يكرهون هذا الموضوع لأنهم يدعون أن المسيحيين ينصرون المسلمين في أماكن عديدة فالموضوع غير محبب ولكن ماذا عن المسيحيين التي تحاول أن تكبت على هذا الموضوع لأسباب عديدة يمكن الخوف يمكن المسايرة والتهادن على حساب الحق الكتابي ويمكن لأسباب كثيرة عدم إيمانهم في قوة وحضور يسوع إلى هذه الساعة ولربما لأجل الإفلاس الروحي فاقد الشيء لا يعطيه لأن الشخص اللي بيكرز لازم يكون أولاً حياته اتغيرت حتى يتكلم عن يسوع المسيح فأنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة الهامة جداً وبصلي من كل قلبي أنه اليوم يكون في قرار محتم مصيري في حياتك أنه اليوم تصمم تتبع يسوع المسيح وتشهد وتكرز عن اسم يسوع المسيح هذا الموضوع ليس لأول مرة عرضناه في الماضي من عدة سنوات كنا قد استضفنا دكتور زكريا ستارو والأخ أيمن كفروني وكان الحديث على نفس هذا الموضوع في بعض مقاطع ومشاهد من فيديوهات عديدة خلال الحلقة رح نشاهدها ابقوا معي حتى نشاهد مع بعض المقطع الأول من هذا الفيديو اللي اختبر حلاوة المسيح لازم يعلن للناس الملك السماوي بيقول أنا بغير الناس أنا بش في الناس أنا بسعد الناس يعني بجد اللي بيعيش مع المسيح هي بخت البيت اللي للمسيح قواعد الكتاب المقدس بتسري على البيت فيه فرح فيه سلام فيه ترابط فيه تضحية ما فيش حب ذات وأنانية فإحنا بنقول إنجيل لأن اختبرت الحلاوة في آية في روميا في رسالة روميا 16 بتقول رسالة روميا أسف بتقول أمانتوا لذلك تكلمتوا ماخوزة من مزمور 116 أسف أي واحد السامرية ما قالهاش المسيح روح الكريزي ومجرد ما اختبرت المية الحية راحت تقول الراجل اللي كان أبرس قال له ما تقولش لكن استمر يقول زكة دعا الناس في بيته متى كل اللي بيختبر حلاوة المسيح مش محتاج حد يقول له اكريز هو بيجد كنز تعالوا يا ناس يا جعانين في شبع هنا في فرح موسيقى موسيقى لماذا نكرز؟ هذا الموضوع في غاية الأهمية ولسيما في هذا العصر رح أتكلم عن لماذا نكرز لكن في البداية خليني أقول شيء مهم جدا الكتاب المقدس بعلمنا الفحوة أو الموضوع الكرازي بقول اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب المأمورية العظمة اللي تكلم فيها الرب يسوع قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعندما تكلم المسيح في مجمع الناصرة قال وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم أحبائي الكرازة ليس فقط بالكلمة الكرازة بالإنجيل والإنجيل هو الأخبار الصارة الأخبار المفرحة مع أن هذه كلمة كبيرة جدا في الكتاب المقدس لكنها تعبر عن جوهر الرسالة المسيحية فالإنجيل كما قال الرسول بولوس أعرفكم بالإنجيل بالأخبار الصارة الذي به أيضا تخلصون شو هي رسالة الخلاص أنه فعلا المسيح جاء المسيح اتجسد في ملء الزمان عاش بناتنا فبحطها بكلمات بسيطة أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث وعندما نؤمن بهذه الكلمات نحصل على الخلاص لأن الرسول بولوس يقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص كل من يدعو باسم الرب يخلص فإذن الكرازة بالكلمة والكرازة بالإنجيل اللي هو الأخبار الصارة الأخبار المفرحة أنه ما فيش داعي تهلك ما فيش داعي تروح على جهنم ما فيش داعي أنك تعيش حياة البؤس والشقاء ما فيش داعي أنك تعيش حياة الهزيمة والفشل والخزي والعار بسبب زنب الخطيئة بسبب قصوة الخطيئة بسبب بشاعة وفزاعة الخطيئة فهذه الأخبار الصارة الإنجيل المبارك هي أخبار مفرحة أنه الله بحبك وأنه الله لا يريد أن يهلك أي إنسان وأنه الرب يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هذا الإنجيل الأخبار المفرحة أنه في شخص أجى مكانك ما تبديل عنك ما فيش داعي تدفع القصاص أجرة الخطيئة هي موت فمهما حاولت من أعمال صالحة وبر وتقوى وكل هذه الأمور لا تستطيع أن ترضي الله فالذي يستطيع أن يرضي الله هي ذبيحة المسيح لأن المسيح هو الوحيد الكامل بلا خطيئة استطاع أن يكفر عن خطيئة الإنسان وأن يرضي المطالب والعدالة الإلهية منكرز بالكلمة كلمة الخلاص كلمة الحق منكرز بالإنجيل وأيضا رسول بولوس بيقول بكل وضوح ولكننا نكرز أو نحن نكرز بالمسيح مصلوبا يعني بأكد عن جوهر العقيد المسيحية اللي هي الفداء موت المسيح وقيامة يسوع المسيح وكان طبعا هذا الموضوع صعب وغير مستساغ للكثيرين مرة بطرس الرسول عندما تكلم المسيح وتنبأ قال أنه ابن الإنسان رايح لأورشليم ويسلم إلى رؤساء الكهنة وهناك يصلب يقتل ويموت لكن في اليوم الثالث سيقوم بطرس أخذ يسوع جانبا وقال له حاشاك يا رب المسيح ما حاولش أنه يوضح الموضوع عرف أنه الموضوع روحي جدا وقال اذهب عني يا شيطان فإذن المسيح جاء لغرض الصلب والموت من أجلك ومن أجلي فالرسول بولوس بيتكلم لكنيسة كورنتوس وعم بأكد هذا الموضوع لليهود ولليونانيين أيضا ويقول نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة بالنسبة لليونانيين صعب أنه إله يأتي إلى الأرض ويموت بالنسبة لليهود موت المسيح عثرة لأن العهد القديم يقول ملعون من يعلق أو من علق على شجرة فالفكرة عثرة لليهود وجهالة لليونانيين لكن الرسول بولوس قال فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله في الصليب ظهرت حكمة الله في الصليب ظهرت عدالة الله في الصليب ظهرت محبة الله وفي الصليب أيضا ظهرت قساوة وبشاعة الخطية اللي كلفت دم يسوع المسيح الذي قيل عنه لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا صابقا قبل تأسيس العالم هذا هو مخطط الله الأزلي تجاه الإنسان الخاطئ هذه رسالة المحبة الرسالة الإلهية فإذا نكرز بالمسيح مصلوبا فإذا نحن كمسيحين لا نؤمن أن المسيح شبه له أو شخص تاني مات عن المسيح فحاشى الله غير مخادع والله ليس مكر ولا يمكر أحدا لكن نحن نؤمن أن نلب العقيدة المسيحية أن المسيح مات على الصليب من أجل خطيانا والكتاب المقدس يسمى هذا الإنجيل إنجيل مجد الله المبارك فإذن فيه الخلاص فيه الحياة الأبدية وفيه أيضا جوهر الرسالة والعقيدة المسيحية فداء المسيح موته وقيامته من الأموات وهذه الرسالة هي تعبير عن مجد الله المبارك لأنه في هذا الموضوع منحصل على الخلاص وهي هي الأخبار السارة المفرحة اللي بنتكلم فيها للناس إنه في شخص أخذ مكانك الله بيحبك ما في داعي أنك تهلك وتموت وتروح على جهنم في شخص أخذ العقاب والموت البديل عنك ما تكفارة ليغطي ويسطر عيوبك حتى أنت تتستر بدم يسوع المسيح خلينا مع بعض نسمع للجزء الثاني من هذا الفيديو مع بعض شو الرسالة يعني أو فحوة الرسالة اللي أنت بتتكلم فيها ومن خلال التنو خلتك أنك تكرس كل حياتك لهالغرض ما هي الرسالة أيوة حلوتها اللي خلتك أنه كل حياتك أنت تركت مهنة الطب حتى تكرز بالإنجيل هي رسالة فرح ورسالة إنقاذ ورسالة سعادة ورسالة خير يعني أي شخص يقرأ عن يسوع المسيح وتعاليمه وحياته يعني شوف قده هذه الرسالة طبعا المسيح في نهاية حياته في إنجيل مرقص وصح 16 قال اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل وده يخلينا ما هو الرسالة هو الإنجيل ما هو الإنجيل؟ من خلال كورونس الأولى 15 الإنجيل فيه خمس عمدة أساسية العمود الأول أنه خطاب مات من أجل خطايانا يعني الإنسان بذاته لا يستطع أن يرضى الله لأنه ساقط الثانية مات المسيح من أجل خطايانا ولم يموت المسيح فقط كشهيد لقد صلبوه ولكن هو راح اختياري لأنه كان الفادي بدل ما أنا موت كان لازم عضل الله ياخد حقه في المسيح فأنا خاطئ مات المسيح من أجل خطايانا العمود الثالث في الإنجيل أنه دفن أي إذا جيت للمسيح كل ماضي كان المحي واحد ياخد مخدرات واحد يزني واحد أتل هل يمكن أن يدفن مع المسيح نعم دفننا معه بالمعمودية حتى كما أقيم إذن أنا خاطئ يسوع مات يسوع دفن ثم يسوع المسيح قام وفي قيامة المسيح نصرة وتبرير أسلم من أجل خطايانا وأقيم الأجل تبريرنا ثم في عدد 51 من كورنسل إلى 15 يجي العمود الخامس للإنجيل وهو أن ربنا جاي تاني ولينا مكان في السماء قال المسيح فيه بيت أبي منازل كثيرة والسماء مش مكان في الأرض بنشرف فيه خمور أو نمارس الجنس أو حاجات كده السماء أجمل مكان فيه المسيح وفيه سلام أبدي مكان سكن الله فأنا عندي خبر جميل ياللي تعبان تعالى يسوع اللي بيحبك وما تبدألك يديك الراحة يديك السلام يغفر لخطايات مفيش أحلى من كده ترجمة نانسيح 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 فإذا ما هذا أو ما هو الإنجيل اللي بنكرز فيه الكتاب يعطي عدة مسميات بيسميه إنجيل الخلاص خلاص لكل البشر أو كما قال يحنى المعمدان بروح النبوة ويبصر كل بشر خلاص الرب فإذا هذا الإنجيل اللي بنكرز فيه هو إنجيل الخلاص ثم هذا الإنجيل هو إنجيل الإيمان أنت عن طريق الإيمان إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله عن طريق الإيمان تحصل على هذا الخلاص ويسميه الكتاب إنجيل مجد الله المبارك أو إنجيل مخلصنا وربنا يسوع المسيح ثم هذا الإنجيل هو إنجيل السلام مكتوب فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح هذا الإنجيل اللي بيمنح السلام وليس عجباً أحبائي العالم عم بيقاوم رسالة الإنجيل هو إيه الخطأ برسالة الإنجيل إذا منتكلم عن خلاص الرب ومنتكلم عن محبة الرب وإن الله بيغير حياتنا الشقيقية إلى حياة مليانة بمعنى حياة فضلة وفياضة وفي نفس الوقت إنه الله بيغير حياتنا للأفضل وإلى الله غيرنا للحياة الأبدية طيب شو الغلط بهذه الكلمات فالسؤال لماذا يمنع انتشار الإنجيل واليوم إذا أنت بتتكلم مع شخص عن يسوع المسيح في الدول الإسلامية يقبض عليك وتعتبر اصدراء للأديان وإذا أنت بتتكلم بمكان العمل وبمكان الشغل بس مجرد تتكلم عن محبة المسيح أنت بتطرد من عملك في دول الغرب سواء كندا أمريكا أستراليا أوروبا ممنوع تتكلم بموضوع مع إنه موضوع جميل بنتكلم عن شخص حتى الأعداء شهدوا ليسوع المسيح لكماله ولأخلاقياته والأغرب إنه ممكن نتكلم عن كل أنواع الشزوز وكل أنواع الخطايا وكل أنواع الخطايا المحببة على الإنسان ومع كل هذا الناس ما بتعير أي انتباه في هذا الموضوع بحال ما بتبتدي تتكلم عن رسالة الخلاص رسالة الإنجيل جهنم بتفتح فاها وبتحل الحرب الشرسي الشعواء الضارية الضروس طب ليه هو إيه اللي صار يعني من دقيقة كنا نتكلم بكل الموضوعات إيه اللي خلي الإنسان يجن جنونه عندما تتكلم عن رسالة محبة وخلاص يسوع المسيح فإذن هذا اندل على شيء بدل إنه المسيح حقيقي وإنه المسيح عندما بتتكلم عنه ولسيما خلاصه موته على الصليب وقيامته الدنيا بتجن والحرب بتقوم الحرب الشرسي وممكن يمنعه أي شيء يعني حتى أنك بس توقف كلامك في بعض الدول ممكن يقطعوا لسانك دول أخرى بحطوك بالسجن تعذب وتضرب وعدى عن الناس اللي ماتت من أجل المسيح ليه لأنه كل بساطة بتقول أنه يسوع بحبك لغير وطنيته بالعكس بحب وطنه لأنه المسيحي أثبته أنه بحبوا أوطانهم وبحبوا عائلاتهم كل المأساة الكبرى أنه آمن بيسوع المسيح فبتحل الكارثة بتحل المشكلة مشان هيك هذا الإنجيل هو إنجيل السلام إنجيل الخلاص إنجيل الحق إنجيل الله المبارك هو إنجيل الإيمان وهذا الإنجيل الذي يخلص اللي بنتكلم عنه لأنه الأخبار المفرحة إنك مش بحاجة إنك تهلك الرب أعطاك حياة أبدية فإذن السؤال يعني اللي بهم كل واحد طيب ليه منك رزق بالإنجيل شو اللي بيعملوا الإنجيل في حياة الإنسان شو هو الإنجيل اللي بنتكلم عنه لما بنتكلم عن الإنجيل ونتكلم عن كلمة الله مولودين بكلمة الحق وكلمة إنجيل هي استعمال كامل للكتاب المقدس منقول الإنجيل المقدس منقول كلمة الله الحية وكلمة الإنجيل الأخبار المفرحة هي بتشمل العهدين بتشمل العهد القديم الأنبياء اللي تنبأوا والذبائح التي يعني صنعت وعملت أو ذبحت كانت كلها تشير ليسوع المسيح والإنجيل في العهد الجديد هو الأخبار الصارة فهذا الإنجيل المقدس يحتوي على الكتاب المقدس لكن الكلمة الأوسى عندما نقول الإنجيل نقصد فيه العهد الجديد ولكن عندما نقول إنجيل متى أو إنجيل مرقص أو لوقة أو يحنى نحن لا نتحدث عن أربعة أنجيل نحن نتحدث عن أربع بشائر كل بشارة بتتكلم عن حياة وسيرة المسيح من ناحية معينة من زاوية معينة لكن كل هذه البشائر مع بقية العهد الجديد هو الإنجيل المقدس الإنجيل المبارك كلمة الله الحية لكن عندما نخلص بالكلمة لأن الكلمة هي بتشمل العهدين العهد القديم والعهد الجديد لأن كل الكتاب هو موح به من الله فأنا بركز على هاي الكلمة لأن اليوم بعض الناس من المسيحيين مش من غير المسيحيين بتحاول تقلل من أهمية الكلمة ومن سلطان الكلمة ومن وحي الكلمة واعتبرت بعض أجزاء من الكتاب في العهد القديم يعتبر كأنه رموز أو يعتبر كأنه أساطير إلها رسالة معينة لا الكتاب المقدس مؤكد قارنين الروحيات بالروحيات والكتاب المقدس يسير بتسلسل وتناغم على فكرة ما فيش كتاب تاني بيسير بهذا التناغم بيبتدي من الأورجن من الأصل من من آدم خطية آدم لخلاص المسيح آدم الثاني آدم الأخير إلى مجيء المسيح ثانية في سفر الرؤية كل الكتاب يسير بتسلسل بتناغم ما في تناقض كل الأحداث مع أنه بتلت قارات مع أنه أكتر من أربعين كاتب أوحى الروح القدس لهؤلاء الكتاب مع أنه كتب على مدار 1600 سنة في ظروف مختلفة شخصيات متنوعة متعددة الفحوة واحد كلمة الله والرسالة هي يسوع المسيح كما قال بولوس لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا فالعهدين كله بركز على هوية وشخصية يسوع المسيح فإذا هذا الإنجيل هو إنجيل الخلاص إنجيل السلام إنجيل الإيمان إنجيل الحق إنجيل المسيح إنجيل الله له تسميات كثيرة إنجيل ابن الله حتى بولوس يسميه إنجيلي يعني كأنه أصبح جزء من هذا الخلاص والرسالة المقروعة والمكتوبة والمعروفة والمشاهدة لكل من يسمع أو أو يقرأ أو حتى بيشوف من خلال شهادتنا هذا الإنجيل أحبائي هو رسالة خلاص لعالم هالك وهذا الإنجيل هو رسالة شفاء لعالم مريض وهذا الإنجيل هو رسالة حرية حرية لعالم مستعبد ومقيد بأصفاض وأغلال وقيود العبودية هذا الإنجيل هو رسالة حياة لعالم ميت هذا الإنجيل هو رسالة رجاء وأمل لعالم يائس وبائس هذا الإنجيل رسالة نور لعالم مظلم هذا الإنجيل هو رسالة شبع لعالم جائع هذا الإنجيل هو رسالة ارتواء لعالم عطش هذا الانجيل رسالة فرح أخبار صارة مفرحة لعالم حزين هذا الانجيل هو رسالة تعزي ورسالة بركة لعالم بيكتر فيه الشقاء والبؤس من كل النواحي إنه رسالة حية إن هذا الانجيل رسالة محبة لعالم مليء بالكرهية إن هذا الانجيل هو رسالة إنقاذ لعالم غرقان فالحل هو يسوع المسيح فالعالم مش بحاجة لإصلاح ولا ترميم ولا حتى رجال دين ولا أي شيء العالم محتاج لتغيير جذري وهذا التغيير يحدث من خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح خلينا نشاهد هذا المقطع من شهادة جزء من شهادة الأخ أيمن كفروني إذا ممكن هيك حتى لو بدقيقة ضغتين تشاركنا شو اللي صار معاك يعني شو التغيير الحدث معاك أنك أنت بتشارك الناس في هاي الرسالة يعني يمكن اختباري صاروا كتير من الناس شايفينه وسامعينه وحاضرينه إن كان ببرامج أو على النات أو بأي طريقة اللي كانت يمكن باختصار بسيط بيقدر إليك أنه ما كنت عارف شو معنى الحياة كنت عايش بدون هدف كنت عايش عم فتش على الاكتفاء من جوا ولا قدرت لقيه بشي لا بالشهرة اللي كانت عندي ولا بالمصاري اللي كانت معي ولا بأي شيء أبدا شهرت كمطرب طبعا شهرت كمطرب يعني بقيت عشر سنين ولا حتى بالمخدرات اللي كنت مضمن لقلها عشر سنين ولا بأي شيء عملته وحتى ما كنت دايما عم كرر شو الماضي تبعي بس اللي بقدر أقوله إنه من يوم اللي تعرفت معرفة حقيقية على الرب يسوع المسيحين يعني علما أني أنا مولود ببيت مسيحي وأهلي ربوني تربية اجتماعيا رائعة وما فيها يعني تربية يعني أنا بشكرهم عليها بس ما كان فيه بحياتي شو يعني مفهوم إنه أنا ممكن يكون عندي علاقة شخصية مع الله و الله أتعطى معه كأبوي بصفة شخصية هالشغلة ما قدرت أعرفها إلا من خلال قراءتي للإنجيل يوم اللي قريت الإنجيل وعرفت إنه أنا بقدر إجي و بيسامحني وأحصل على الغفران الآن وأحصل على هذا التأكيد بقلبي إنه أنا إلي حياة أبدي الناس ما بتفهم أنا إذا بقوله اليوم راي على السماء ما بتفهمني ليش عم أقول هيك يابي يفتكروا كبريا يابي يفتكروا إنه أنا مغرور أو مخدوع أنا مني مخدوع أنا بكل بساطة أني مسدق كلام يسوع المسيح اللي أعطاني حياة أبدي وقال خرافة أسمع صوتي وأنا أعرفها وأعطيها حياة ولن تهلك إلى الأبد ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي هيدا الشيء اللي صار تغيير بحياتي أولا عطاني ضمان للحياة الأبدية صح بس غير لي حتى حياتي على الأرض طعم النجاح اختلف نظرتي للناس اختلفت صار عندي طاقة بقلبي أعرف حب الناس اللي ما كنت أعرف حبهم هيدا التغيير هالحب اللي زرعوا بقلبي اللي ما كنت أعرف شاركه مع الناس عطانية ومشان هيك أنا ما عم بكرز بحدا ما بعرفه لأنه فاقد الشيء لا يعطيه عم بكرز بحدا عم نادي بشخص أنا اختبرته واختبرته بحياتي واختبرته بحياة الناس اللي حوالي كيف غيرهم متل ما غيرني ناس حتى حالاتهم أصعب من حالاتي اشتركوا في القناة قال الرسول بولوس لأني لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة مكتوب أيضا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا من أجل هذا أحبائي قال يسوع ها أنا ذواقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي لأن أجرة الخطيئة هي موت وأما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا مكتوب الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وهذا الخلاص من خلال عمل المسيح الفدائي الكفاري والموت البديل من أجلك ومن أجلي أيضا عندما تضع ثقتك في الرب يسوع المسيح وعندما تؤمن بيسوع المسيح ما صنعه لأجلك وعندما تعترف بخطيتك وتتوب عنها وتتركها وتضع إيمانك وثقتك بالرب يسوع المسيح لأنه مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح مكتوب إلى ملائكته ينسب حمقة وإلى أي القديسين تلتمت تلتفت فإذن هذا الخلاص كما هو مكتوب كل من يدعو باسم الرب يخلص آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص التفت إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض وكل من نظر نظرة إيمان إلى صليب المسيح وعمل المسيح لابد أن تحصل على الحياة الأبدية من أجل هذا أحبائي هذه الدعوة لكل واحد اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اليوم هو يوم خلاص لا تجازف بأبديتك ولا تغامر ولا تقامر بحياتك المسيح جاء من أجلك لأن النفس البشرية ثمينة غالية جدا على قلبه عزيز في عيني الرب مكتوب ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه أنت إلى قيمة عظيمة جدا موضوع فداء الله محبة الله خلاص الله موضوع عنايته واهتمامه لذلك أحبائي الشيطان يقاوم رسالة الخلاص الشيطان يقاوم عمل الله الشيطان يقاوم الكرازي لأنه من خلال الكرازي أنت تستطيع أن تهدم حصون من خلال الكرازي تستطيع أن تمتلك أراضي جديدة من خلال الكرازي من خلال الكرازي تستطيع أن ترى نهضات ونشاطات وانتعشات في أماكن عديدة ومن خلال الكرازي تستطيع أن تدمر وتنقض أعمال إبليس من خلال اسم يسوع المسيح من خلال الكرازي بتتغير شعوب وأمم أيضا وشيء مهم جدا الكرازي هي الخطوة الأساسية في تغيير حياة الإنسان يتحول من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة من الهلاك الأبدي إلى الحياة الأبدية من التعاسي من الشقاء من البؤس من الظلمة من الجهل من الفرق الفقر إلى حياة فياضة حياة فضلة في يسوع المسيح وبتحصل أيضا على الحياة الأبدية والضمان الأبدي أيضا بشان هيك في مقاومة شرسة ضد الكرازي لأن الكرازي هي اللي بتغير كنت وصرت الكرازي اللي بتجعلك خليقة جديدة تجعلك مبرر أمام الله والكرازي هي لما الإنسان بيتغير ويصبح مؤمن بالمسيح حياتك تغيرت إلى الأبد مكتوب أنارة لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الكرازي بالإنجيل فمشان هيك نقطة محورية الشيطان بحط كل قوته وكل إمكانياته أن يمنع الكرازي لأنه من خلال الكرازي الناس بتتغير وبتحصل على الحياة الأبدية بتتحرر من العبودية بيعطيك خلاص وضمان أبدي وبيعطيك خلاص من الخطيئة وخلاص من الغضب الآتي بصير عندك نظرة بتختلف توقعات مختلفة عندك سلام في وسط الحرب عندك فرح في وسط الضيق والحزن عندك شبع في وسط الجوع عندك نور في وسط الظلم حياتك تغيرت حياتك تحررت أنت عم بتسير في حضور المسيح معاك الذي قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر أعزائي خلينا مع بعض نسمع لهذه الترنيمة من الأخ أيمن كفروني كنت قبلت الرب يسوع صار لي يمكن أشهر شهرين ثلاثة أو أربعة شهر ولا بحياتي أساسة أنا كنت كاتب أشياء بس وحد من الأشياء اللي كتبتها ببدايات إيماني قلت فيها وقف طوّل بالك تصدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلك أموالك وقف طوّل بالك ليش مش سائل عن حالك يا أخي وقف طوّل بالك ليش مش سائل عن حالك جاي يوم ورح بتوقف قدام الدياني فكرك أعمالك بتخفف عنك يا إنسان جاي يوم ورح بتوقف قدام الدياني فكرك أعمالك بتخفف عنك يا إنسان من ميلي بتعطي الفقير ومن ميلي بتسكر وبتزني وبتعمل حسنات كتير وعن شهواتك ما بتستبني من قالك إنه بأعمالك قادر إنه تخلص نفسك كل كلمة في عليها حساب حاجة تخبّى بخيالك ناسي إنه جاي نهار جهلك رح توصل عالنار ساعتها شو رح بيفيدك لو دهبك انطار صدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلك أموالك واقف طوّل بالك ليش مش سائل عن حالك يا أخي واقف طوّل بالك ليش مش سائل عن حالك فالتحلي دينيك منيح سمعني شو رح قلّك كرمالك صلبوا المسيح حتى إنت ما تهلك ما تدفع حسابك عنك حماك من الموت وصانك هلا كل شي بيطلب منك إنك تعلم له إيمانك لا أموالك ولا أعمالك تقدر ترفع عنك زنبك سلّم نفسك للي حبّك والسلّم نفسك كرمالك ناسي إنه جاي نهار جهلك رح توصل على النار ساعتها شو رح بيفيدك لو دهبك انطار صدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلّك أموات شكرا جزيلا أخ أيمن موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر وقال في بشارة لوقف الإنجيل المقدس إصحاح أربعة والآية 18 روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسرين القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة سؤالي هل في أي شخص سمعته بيتكلم هذه الكلمات أي نبي أتحداك اليوم ما في أي شخص عارف لأنه المسيح هو جاء بنفسه مش بحاول أن يوجه الناس لأله المسيح هو جاء وهذا اللي بعجبني في شخصية المسيح أخذ زمام المبادرة جاء على أرض الملعونة أرض اللعنة حتى أنت وأنا نتحرر من هاللعنة بتقديم نفسه وهذه هي الطريقة الإلهية الله قادر على كل شيء ممكن يعمل اللي عاوزه بس هاي الطريقة الفداء اللي الله اختارها من خلال يسوع المسيح فالسؤال لماذا نكرز بتذكر رجل دين كبير مسيحي كنا في منطقة بعدين أجا بوبخني قال لي ليه أنتو بتكرزوا للمسيحيين مش بحاجة كرازي وإنتو ليه بتكرزوا للمسلمين بتقول لي يا سلام احنا منكرز لأنه منطيع صوت الرب يسوع مأمورية الرب يسوع المسيح فهذا أمر إلهي ينبغي أن أطاع وعاوز أقول لكل مشاهد أنا بكرز لأنه لو مش مش عم بكرز لإلك أنا بخدعك أنا ممكن عم بسايرك ويمكن عم بقودك إلى جهنم النار وكم من الفرص يعني اللي الله رح يطالب دماغنا منا لأنه أهملنا فرص كتير أنه نتكلم رسالة الخلاص رسالة الحق رسالة الحرية رسالة الشفاء لعالم عم بيصرخ لعالم عم بيتألم لعالم منحدر إلى الجحيم محتاجين نخطف هذه النفس من ألسنة النار وعلى فكرة اليوم أوعك تصدق حتى لو كانوا خدام الرب بقولوا لك أنه جهنم مش حقيقة أنه رمز لكلمات معينة في الكتاب المقدس عم بيخدعوك جهنم حقيقة والكتاب المقدس بيتكلم عنها حقيقة من خلال عدالة الله من خلال اللغة لغة الكتاب المقدس وتمييز الكلمات لغويا ما في تلاعب بالألفاظ ولا في ناس يعني بتحاول تخدعنا وتواتر داون يعني تحط شوية مي بارد على الأمور وكأن الأمور ماشي كبر لمخك كبر لدماغك يعني هو معقول الله المحب رح يبعث الناس إلى جهنم حبيبي خطيتك هي مش ضد إنسان إذا كانت خطية شخص ضد شخص يحاكم ويعاقب عليه إذا كانت ضد ملك بيدفع ثمن باهز فكم بالحاري خطيتك هي ضد الإله الغير محدود فعقابها غير محدود أيضا فإذا أوعك تنخدع باللي بقولولك اليوم جهنم كلمات رمزية أو مش موجودة عم بكذبه عليك جهنم حقيقة الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع فالسؤال لماذا أكرز؟ لأن هذا أمر إلهي الله بقول ينبغي لازم تكرز فالمسيح آخر كلماته على الأرض سواء على جبال الجليل عندما قال اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وسواء الكلمات الأخيرة على جبل الزيتون عندما قال ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض أو كما قال في بشارة يحنى كما أرسلني الآب أرسلكم أنا بيرسلنا ليه؟ عشان نخبر شو عمل شو فعل ليه أجى يسوع المسيح هاي الأخبار الصارة ثم يقول في بشارة مرقس اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون إنه أمر إلهي ينبغي أن يطاع ثم يقول الرسول بولوس في هذا الموضوع طيب كيف يسمعون بلا كارز لازم واحد يوصل الكلمة لازم واحد يوصل الخبر ثم بيختتم هذه الكلمات في روميا عشرة إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة أي بسماع كلمة الله سماع الكلمة بعمل الروح القدس بالإيمان في الكيان والقلب تغيرك تجدد حياتك فكيف بدي يسمعوا بدون كارز ثم هي الأخبار الصارة الوحيدة لا فيها وعيد ولا تهديد ولا إنذار ولا فيها حمل سيف ولا فيها عنض ولا فيها احتلال ولا فيها قتل ناس بسطاء آمنوا بيسوع شافوا صلب المسيح وقيامة يسوع المسيح تغيرت حياتهم تغييرا جذريا بعد أكم يوم لما امتلأوا من الروح القدس بطرس بقول لليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموا هؤلاء التلاميذ انتشروا في كل الأرض من أورشليم وأصبح مركز الإرساليات في سوريا أنطاقيا سوريا ومن سوريا وصلت البشارة إلى كل أنحاء العالم مش عن طريق الإرغام أو الجبر أو القهر عن طريق الاستشهاد ملايين من المسيح آمنوا لأنهم آمنوا برسالة المسيح ماتوا من أجل هذه الرسالة فإذن هي الأخبار الإصارة المفرحة أدركوا خطورة وأهمية وجدية هذا الموضوع أنه هاي مسؤولية على عاطقهم إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر أدرك أنه الشخص اللي مش رح يسمع الكلمة رح يكون هالك رايح إلى جهنم النار ثم أحبائي إحنا بنكرز لأنه الكرازة هي الوسيلة الوحيدة للخلاص لأنه الله مش عاوز يهلك ولا أي إنسان المسيح هو الوحيد اللي بيقدم الأجوبة لكل تساؤلات العالم أنا أقصد من ناحية روحية فإذن أنا أكرز لأنه محبة المسيح تحصرنا لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ثم أكرز لأنه أدرك أحباء البعد عن المسيح في غضب في دينونة أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تضخل لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد من أجل الشهوات الوقت عم بيقرب أحبائي من أجل هذا نحن نكرز بالإنجيل ثم أحبائي هذا الإنجيل هو إنجيل الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم كم من الناس التي هاجمت الإنجيل وعندما قرأت الكلمة تغيرت حياتها تغييرا جذريا تعرفوا آخر كلمات الرسول بولوس تتكلم فيها لاتيموثاوس قال له اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وابخ انتهر عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك فبولوس عم بيشجع التيموثاوس ومع أنه على فكرة بولوس كان بالسجن عم بيشجع التيموثاوس بقول له اكرز بالكلمة كلمة الحق كلمة الخلاص اكرز بالكلمة طب ليه اكرز بالكلمة بيعطي ثلاث أسباب السبب الأول العمر قصير بقول في آية ستة تموثاوس الثنين وصحاح أربعة فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت رحيلي قد حضر كان معتقل وعلى وشك أنه نيرون يقطع راس بولوس الرسول فعم بقول لك تموثاوس العمر قصير وعاوز أقول لك العمر قصير استثمر بوقتك هاي الساعة إذا أنت شاهدتها مش رح ترجع للأبد خلاص ضاعت هذه الساعة عجلة الزمان يعني لا خلاص ما بترجعش بتقول يا ريت أعيد الساعة كمان مرة لا ذهبت وإلى الأبد فالسؤال شو عملت بهاي الساعة شو عملت بوقتك أكم نفس حكيت لها عن المسيح هل شهدت لشخص عن خلاص المسيح إذا أنت مشهدت يا خايف يا شخص أناني يا أنك غير مختبر يعني لازم يكون هذه الأسباب غير ممتلئ من الروح القدس الروح القوة اللي بيعطيك الدافع والقوة إنك تشهد على فكرة عمر الإنسان قصير بقول لك موسى إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤت قلب حكمة حياة الإنسان ظل عابر حياة الإنسان كأشبار حياتكم بخار يظهر قليلا ثم يضمحل أوعك تفكر أنك عايش للأبد استثمر في كل دقيقة من حياتك وعلى فكرة إذا شهدت لشخص خلال هذا العام خبرنا من حب نسمع منك سبب التاني مجيء المسيح على الأبواب بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ هأنا ذآتي سريعا وأجرتي معي يا أولادي هي الساعة الأخيرة الرب يسوع جاي وإذا رجع الرب يسوع في هاي اللحظة شو بيكون مصيرك شو بيكون وضعك شو بيكون حياتك الرب جاي استثمر الوزن اللي موجود معاك سبب تالت اللي هو الغرض من هذه الحلقة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم تعرفوا اليوم أنه بيعملوا كل أنواع المؤتمرات مع ذا الكرازي اليوم بدهن كل أنواع التعليم اللي بتحكي المسامع لكن تخبرنيش عن المسئولية أنك تروح تتكلم لشخص وبحطوها تحت مسببات كثيرة وبعدين اليوم في تعليم ضلة في خرافات كثيرة في رياح تعليم في بدع في هرتقاط في ديانات مزيفة شو بتعمل أنت أليس عجبا أحبائي هاي الناس اللي ماتت المسيحيين الأوائل من خلال الاستشهاد وصلت الرسالة ونورث أفريكا شمال أفريقيا كله كان مسيحيين آسيا الصغرى اللي هي تركية اليوم كلها مسيحيين الشرق الأوسط كلها مسيحيين الخليج وكل هذه الدول شو هي اليوم دك تقول الديانات التانية بسبب العنف القولة لكنيسة أقوى لأن الكتاب بقول أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها خلينا نعترف بزنوبنا وخطيانا خلينا نعترف بزنوب آبائنا ورؤسائنا وقياداتنا وقساوزتنا وكهنتنا اللي خافوا واللي سايروا واللي تهادنوا واللي تراجعوا اللي هي أعظم رسالة وأقوى شخصية في الوجود خفنا وما تكلمنا عنه وتراجعنا إلى الوراء وسمحنا لديانات كثيرة وهارتقات كثيرة تحتل وتأخذ ليه خايفين على حياتنا يا رب نتوب ونرجع وهيك الرب ينعش بلادنا وينعش كنايسنا ونتكلم هي رسالة محبة رسالة حق ما فيهاش إرغام ما فيهاش عنف ما فيهاش أي ضرر فيها حياة أبدية وحياة فضلة أيضا بالحاضر يمكن تقول لي طب شو أعمل أسرع شيء أنك تقول له يا رب نجني أسرع شيء طلبة صلاة تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا جزء من تعويق الرسالة وفي دماء كتير مطالبة من يدي لأنه خفت لأنه سايرت لأنه اتراجعت شو رأك اليوم تطلب الرب في حياتك صليها بتحب تعيد هاي الصلاة صليها قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها من غير ما تستحين قل له أنا بعترف بخطياي بعترف بزنوب سامحني على خوفي سامحني على إنكاري يا رب يسوع تعال غير حياتي جددني غيرني أنا بدعوك أنك تسكن قلبي تتربع على العرش حياتي يا رب أنا عاوز أعيش لإلك صليها قل له يا رب بملأني من الروح القدس صليها قل له يا رب أعني حتى أشهد عنك بأماني قل له يا رب أنا بتوب اليوم أنا برجع وأنا بسلم حياتي بالكامل لإلك وأنا عاوز أقول لك كلام صادق قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا قال يسوع ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة شو بدك أحلى من هيك وعد معاتش في دينونة انتقلت من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور شو رايك في هاي اللحظات تقول له يا رب ارحمني أنا بسلمك حياتي ارفع سماعة التلفون اتصل فينا اكتب هيك مسيج صغيرة على الفيسبوك أو اكتب لنا أونلاين اكتب لنا اختبارك اكتب لنا أنك صليت وطلبت الرب ويمكن محتاج لمساعدة روحية بكل سرور عنا جيش كامل عم بصلي من أجلك وعم منتابع معاك ما تخافش في كتير إخو وأخوات معاك من كل الخلفيات اللي صمموا أن يتبعوا الرب يسوع المسيح بدون أي خوف ويشهدوا عنه ربي باركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر